يقول هل العمرة في رمضان تعدل حجة علي بارك الله فيك الجواب نعم عمرة في رمضان تعدل حجة وفي لفظ تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع من حجة الوداع سأل الصحابية الجليلة أم سنان الأنصارية رضي الله عنها لما لم تحج معي فقالت أم سنان يا رسول الله لنا ناضحان الناضحان مثنى مفرد ناضح وهو البعير الذي يسقى عليه ويشتغل عليه تقول لنا ناضحان فذهب أبو سنان وابنه على ناضح يعني ذهبوا إلى الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام وبقي ناضح لنا يسقي أرضا ناضح الثاني يسقي أرض ما نستطيع أن نذهب عليه فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام جابرا لخاطرها مبشرا لها قال لها عليه الصلاة والسلام حجة في رمضان عفوا عمرة في رمضان كحجة وفي لفظ كحجة معي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن العمرة في رمضان تعدل أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم